بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأقوة الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مع الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم نقضي هذه الدقائق ربنا سبحانه وتعالى تحدث مع المسلمين أولا بأنه هو سبحانه وتعالى في عليائه وفي عظمته جل جلاله هو الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أن الله تعالى يصلي على نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي الصلاة من الله تعالى نزول الرحمة يعني الله تعالى ينزل الرحمات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق خاتم الأنبياء خاتم النبيين والمرسلين ويرسل الله سبحانه وتعالى إليه الرحمات كيف يكون وكيف تكون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب صلاة الملائكة صلاة الملائكة معناها الاستغفار والملائكة يصلون علينا وربنا سبحانه وتعالى يصلي علينا جميعا أقول لك كيف يصلي عليك قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ربنا بيصلي علينا يعني ينزل الرحمات الملائكة بتصلي علينا يعني تستغفر لنا ومن هنا يقولون يعني هم يدعون لنا بالمغفرة لنا ولأزواجنا وذرياتنا ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يقينا السيئات كما أورد الله تعالى في سورة غافر طيب يعني إيباء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منا نحن معناها الدعاء نحن لا نملك إنزال الرحمات ولا نملك شيء إنما نتوجه إلى الله تعالى أن يصلي هو على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يزيده الله تعالى من رحماته يبقى الآية بتقول لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي قال الله تعالى منادياً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصحابة راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك إحنا عارفين بنسلم عليكم بنقول لك السلام عليكم أو نيجي في الصلاة بنقول السلام عليك أيها النبي يبقى خارج الصلاة كان الصحابة يروحوا يسلموا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحضرتك لما ربنا يكرمنا بزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنقف نسلم عليه صلوا عليه وسلمه تسليمه فابنقف نقول السلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما ورد طب يعني إن صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأصبحت هذه الصلاة اللي بنسميها الصلاة الإبراهيمية أفضل الصياغ للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هنيجي نقولها إمتى سيدنا الإمام الشافع رضي الله عنه وأرضاه قال هو ربنا بيقول لنا يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمة وصلوا دفعوا لأمر وسلموا دفعوا لأمر يبقى معناها إن الأمر يفيد الوجوب فاحنا واجب علينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشاهد فقال الإمام الشافعي أنه من فرائض الصلاة إنك تيجي في التشاهد لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم صلى على محمد إلى آخر الصيغة يبقى الإمام الشفعي بيقول إن الصلاة من غير الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باطلة عشان كده مش بنصلي بس على سيدنا النبي إنما على سيدنا النبي وعلى آل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر غيره من الفقهاء قال لنا والله الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة مؤكدة ينبغي للإنسان أن يقولها كذلك خارج الصلاة يتأكد هذا الأمر في ليلة الجمعة وفي يومها ليلة الجمعة وفي يومها شمعنا ليه لأن يوم الجمعة ذا أفضل الأيام عند الله تعالى وأنت أيها الأخ المسلم ما هديت إلى هذا اليوم إلا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اللي فيه ساعة إجابة ليلة الجمعة اللي فيها زيادة المغفرة فيها قرب من الله سبحانه وتعالى فيها احتفال من الله عز وجل بالمسلمين الله الفضل ذا كله أنت لم تعرفه إلا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة عليه سؤال هل يقول الإنسان في الصلاة اللهم صلي على محمد ولا ينفع يقول اللهم صلي على سيدنا محمد العلماء بيقولوا جواب جميل أرجو أن تعرفه وأن تحفظه قال الإمام الشافعي اللهم صلي على محمد هذا هو الاتباع الاتباع يعني إيه قال لو حفظت النص اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نقولوا اللهم صلي على محمد خلاص ده اتباع السن طيب لو أنا قلت اللهم صلي على سيدنا محمد قال هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنهي أفضل أنهي أعلى إني أقول اللهم صلي على محمد ولا أقول اللهم صلي على سيدنا محمد قال مقام الأدب مقدم على مقام الاتباع هذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة مقام الأدب مقدم على مقام الاتباع يعني مقام الأدب أعلى من إنك أنت تقول اللهم صلي على محمد فالأفضل تقول اللهم صلي على سيدنا محمد هذا هو الواجب علينا أن نفعله ويكفينا أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليك بها عشرا وأنك إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك فاللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ألقاكم على خير إن شاء الله أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته